كيم جونغ أون هو اللي معطل لحد هلأ تشكيل الحكومة بلبنان كيم جونغ زعيم كوريا الشمالية أعلن حالة الاستنفار ضد كوريا الجنوبية وهدت بقصف اليابان وأمريكا عفكت عالتقيل وغطست واشنطن بالشرق الأقصى وما عادت فاضي للشرق الأوسط ليش هيك صار لأنه روسيا والصين حسوا على اتفاق بين إيران وأمريكا على سوريا والعراق والنووي ولبنان حركوا كوريا الشمالية يقولوا نحن هون يا واشنطن تعينا نشوف شو بده يطلع لنا بسوريا ولبنان وبالبحر الأبيض وسرواته النفطية اتعرقل الاتفاق حول سوريا وقفة الحكومة بلبنان بدك مين يقنع كيم جونغ أون هلأ الصبي قبضها جد متله متل غيره رأيه أن الدني حقه يورتها قبا عن جد هذا رأيي تكر فيها